اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة التزام الوزارة بتقديم انواع الدعم للمزارعين البحرينيين كافة ومسندة جهودهم لإدخال التقنيات الزراعية الحديثة في عمليات الانتاج نعم وذلك بما يتمشى مع توجيهات جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واشاد الوزير في هذا الصدد بالنجاح الذي حققه سوق المزارعين في نسخته الحادية عشرة والذي حمل شعار أبطال المنتج المحلية حيث تمكن من استقطاب أكثر من مئتين وثلاثين الف زائر وثمن سعادة الوزير الدعم الكبير الذي يحظى به السوق من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برئاسة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي منوها بنجاح فعاليات سوق المزارعين الذي استمر على مدى 12 أسبوع منذ انطلاقته باعتباره أحد أهم منصات التسويق للمنتج المحلية بدورها عبرت الشيخ مرآن بنت عيسى أهل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن سعادتها بنجاح وتميز هذه النسخة من سوق المزارعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة